يمكن زي ما قلت وزي ما تبعنا معاك في النشرة الرياضية تحديداً إمبارح تحقق الحلم المستحيل لم يعد مستحيل بعد فوز أصود الأطلسي بالأمس على البرتغال بنتيجة يمكن ما كانش حد يتوقع هذا الفوز ويظل المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لدور المربع الذهبي تحديداً أو دور الأربعة في هذه النسخة من كأس العالم نسخة 2022 المقامة في قطر يمكن دور الثمانية شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة تحديداً لكن ما فيش فرحة تساوي فرحة صعود منتخب المغرب الشقيق ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصعد للمربع الذهبي تحليل وتفصيل للمباريات التي حدثت بالأمس وأيضاً دور الثمانية من خلال الناقد الرياضي الأستاذ أمير نبيل المشرفنا في قليل السوديو صباح الخير يا سيد أمير صباح النور أهلاً باعرك وكل السادة مشاهدين يعني انبارح فرحنا بالزاف طبعاً كده المغرب يعني الشقيق صعب للمربع الذهبي وكتب التاريخ بالأمس شفت إزاي مبارات المغرب والبرتغال يعني هو بالتأكيد منتخب المغرب عامل بطولة هايلا مش مباراة فقط أمام البرتغال كانت مباراة كبيرة لكن في كل مباراة بيزداد الطموح بيه على السقف الطموحات بالنسبة للمنتخب المغربي يجبس المنتخب المغربي الكرة العربية والأفريقية لأننا احنا بنتكلم عن ممثل العرب وأفريقيا المتبقي في البطولة واللي مكمل مشواره حتى هذه اللحظة اللي ما كانش حد يتوقع طبعاً أنه يوصل لهذه المرحلة عايزة أرجع سريعاً للبدايات كده من أول ما تحطت قرعة البطولة ويتحط منتخب المغرب مع كرواتيا وبلزيكا كله كان بتآهل عن بيتكلم عن كرواتيا وبلزيكا خلاص يعني هما الأعرب للتآهل فجئنا منتخب المغرب مش بس تآهل عن مجموعته تتصدر مجموعته يعني سبع نقاط في صدارة مجموعته دهنا فكرة أنه فيه منتخب قوي حتى رغم الظروف اللي مر بيها منتخب المغرب قبل البطولة يقود المنتخب لكل سند القرار مدرب وطني مدرب وطني لكل سند القرار لكل التف حوالي لعيبة محترفين لعيبة محلين كله كان عنده ثقة كبيرة في المدرب الشاب إن هو يقدر يحقق حاجة وبالفعل كانت الثقة دي في محلها من الجانب المغربي وقدر إن هو تخطى مجموعته وقدر إن هو يطيح بمنتخب بطل عالم 2010 منتخب إسبانيا ثم البرتغال المنتخب اللي كان بيراهن أيضاً على حظوظه فيه إن هو ينال لقب هذه البطولة ولكن يعني دايماً سقف الطموحات بيعلى دايماً حاجة مشارفة جداً لنا كعرب وككرة أفريقية إن يبقى لنا ممثل في هذه البطولة منتخب المغرب تعامل بواقعية شديدة جداً وده اللي عجبني الحياة في المدرب والليدر جراجي إنه عارف إمكانات لعبته عارف إزاي يحجم من خطورة المنافس ده اللي عمله في إسبانيا وقرر نفس السيناريو دون أن يتلقى يعني أي يعني أو هز أو يتعرض حفظ على الشباك النظيفة حفظ على الشباك النظيفة يمكن حتى الهدف الوحيد اللي تلقته الشباك المغرب من بداية البطولة هو هدف بين إيران الصديقة في مباراة كندا كندا الجولة الثالثة من دور المجموعات معنى كده إن فعلاً دفاع المغرب وحارس مرمى يعني حصن منيع فيه مواجهة كل المنافسين وده حاجة تحصل الحقيقة للمنتخب المغربي والقوام الحالي من المنتخب قدر مبارح للمنتخب المغربي إن هو يحجم بشكل كبير جداً خطورة المنتخب البرتغالي الصحيح ياسين بونو وحارس المرمى تقلق في العديد من المناسبات لكن بالتأكيد أنت مش هتقدر تمنع منتخب عنده نجوم كتيرة زي جونكالو راموش زي برناردو سيلفا زي برونو فرناندس زي حتى رفاقين ليون اللي شارك بديل كريستيانو رونالدو شارك بديل كل دول نجوم ما تقدرش بالأمس دموع كريستيانو رونالدو بعد المباراة طبعاً مشهد مؤثر جداً على قد ما إحنا فرحنا طبعاً للمنتخب المغربي لكن بتزعل برضو أن أنت بتشوف نجم كبير في حالة دموع حالة انتصار بسبب مباراة زي ما الناس أكيد فرحت لميسي أنه هو تأهل وبيدافع عن حلمه أنه هو يحقق لقب كأس العالم مع الأرجنتين بعد التأهل الصعب على حساب هولندا بركلة الترجيح برضو كريستيانو كان نفسه يختم مسيرته ببطولة دولية كبرى خاصة أنه حقق بطولة أوروبا 2016 حقق بطولة دول الأمم الأوروبية كان ينقصه على مستوى الدولي بطولة كأس العالم لأن بالتأكيد يعني مجاش نجم كبير زي كريستيانو رونالدو في الكرة البرتغالية في نجوم حالين في الجيل الحالي جواب فليكس برنادو سيلفا برونو فرنانديس كل دول أسماء ونجوم كبيرة لكن أن العيب يوصل في الطاب ليفل ودايما يبقى منافس على الكرة الزهبية ما حصلش غير مع كريستيانو رونالدو فبالتالي كان المشهد الخروج الحزين ده يمكن مؤثر شوية بعد مباراة الأمس يعني أنا مش عاوز أتطرق لمباراة إنجرترا وفرنسا دلوقتي تحديدا لأن كلنا مبسوطين والمغرب عمل حالة كروية أعتقد نادرة أو صعبة الحدوث في كاس عالم تحديدا ويمكن كسر كل المألوف وكسر كل التوقعات وأثبتوا العيبة في هذه النسخة تحديدا أن هم رجال أن هم أد المسئولية وعندهم حلم وعندهم طموح أن كاس العالم يكون من نصبهم وإن شاء الله يا رب يكون من نصبهم عاوز أعرف تباعت إزاي الهدف الخاص بيوسف للتصيري في الشوط الأول بضربة رأس يمكن من على ارتفاع بنكلم في 2 متر و78 سنتين يعني طبعا أعتقد لو أنت دلوقتي قلت له نط النطة دي مش عارف يجيبها طبعا ارتقاء هيل جدا من يوسف المصير هو لعيب زكي جدا لعيب نقدر نقول المهاجم اللي هو بيخطف بيستغل على نصاف الفرص هو ده اللي محتاجه لمنتخب المغربي فعلا وزي ما بنقول أن وليد ركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي لعب نفس السيناريو لعب نفس التاكتك مع تحسن كمان في التحول من الدفاع للهجوم معنا أن أنت بتلعب منظومة دفاعية مش هتقدر تدافع 90 دقيقة طبعا قصاد المنتخب زي ما عملته قدام إسبانيا 120 دقيقة كان بيحاول يستغل الهجمات المرتدة أكتر بزبط كده إنه هو يقدر التحول من الدفاع للهجوم ده مهم جدا عنده لعيبة بتقدر تعمله القصة دي أو تقدر تساعده فيه تحول للهجوم المرتد بشكل سريع واحد من اللعيبة المميزين جدا في منتخب المغرب صوفيانا مرابط لعب خط الوسط اللي بيقدم مستويات هيلة جنبه طبعا عز الدين قناحي اللي أحد اكتشافات البطولة اللي بيقدم مستوى هيلة جدا وبيعمل ربط كويس جدا ما بين حاكم زياش في الجبهة اليوم نوا بين صوفيان بوفال برضو اللي بيقدم مستوى كبير جدا وقادر إنه هو بيلعب بالذكة كبيرة لعب أنجيل الفرنسي اللي له مردود فني هيل مع المنتخب المغرب وبالتأكيد يوصف النصيري لعب إشبالية الأسباني اللي في الموبارات اللي زي دي انت بتلعب على الخطأ هو استغل الخطأ اللي زي ده وقدر إنه يسجل فيه نتكلم على الاستحوازات ونسبة الاستحواز في مباراة المغرب والبرتغال هنلاقي كان 73% في الاستحوازات على الكرة تحديدا من نصيب البرتغال فهنا نقدر نقول أشرف حكيمي ورفاقه في خط الدفاع قدروا اللي هم يعني يقفوا كحائط منيع لهذا الاستحواز واللي هو ما يعديش لشباك ياسين بونو وإن كان ياسين بونو في أكثر من كرة أثبت أرضه برضو أنه هو أدل هذه المسئولية فشفت ده إزاي برضو طيب أولا ما بدأين قصة الاستحواز يمكن كرة القدم كل يوم بتدينا دروس خاصة في النسخة دي من المنديال لكن هي تاريخ كرة القدم دايما بيدينا دروس إن الاستحواز مش هو السبيل الأمثل للفوز بالبطول أو مش هو الضامن خلينا نقول بمعنى أوضح مش معنى أنه الأكثر استحوازا هو أنه أنه هتفوز بالمباراة ياما مثلا جوارديولا ممكن مدير الفاني المانشستر سيتي اللي يميل مدرسة الاستحواز وتراقل الكرة وفرض أسلوب اللعب على المنافس ياما خسر مباراة وهو الأكثر استحواز بنسبة كبيرة جدا وهو الأكثر وصولا لمرمى المنافس لكن ممكن بيخسر به هجمات مرتدة أو بمحاولات قليلة من المنافس على مرمى وبالتالي نظرية الاستحواز بتسقط أمام الدفاعات المنظمة دائما واللي ما بتفوتش هفوة زي ما بنقول وزي ما حضرتك تفضلت أشرف حكيمي النحية الثانية أعتقد برضو عاملين جبهة دفاعية كويسة جدا رغم غياب نصير مزراوي اللاعب بيرم يونيخ الظهير اللي كان غاب للإصابة بعد مباراة إسبانيا دفاع مع السرعة في تمرير الهجمات المرتبة يمكن ده الفرق جدا مع المنتخب المغربي لأنه مش بس بيقفل بواحد على أجناحة المنافس سواء في مباراة إسبانيا أو في مباراة بورتغال عشان كده أنا بقول مباراة إسبانيا كانت بروفة قوية جدا من نسبة لمنتخب المغرب إنه هو إزاي تقفل على محاوله الخطورة وتمنع المحاولات العرضية اللي بتبقى فرصة سهلة جدا لمنافس النواية ساجل منها لو عنده أكتر من لعب داخل منطقة الجزائر صحيح طيب برضو بنتكلم على مشاهد الاحتفال في أرضية الملعب تحديدا يمكن شوفنا سوفيان بفال وهو بيحتفل مع والدته وشوفنا أغلب اللعيبة كانوا حارصين على الاحتفال مع أسرهم إيه الرسالة اللي أنت شايفها من وراء هذه الاحتفالات تحديدا يعني هو بالتأكيد يمكن سوفيان بفال كان مشهد جميل جدا كتير من الصحفيين والصحف العالمية تكلمت عنه بتتلقله بشكل كبير جدا على وصائل التواصل الكمية والسوشال ميديا حاجة لقطة جميلة لقطة تعبر عن الترابط الأسري في مجتمعاتنا العربية برضو بنشوف أشرف حكيمي بعد كل مباراة والذهاب إلى تقبيل والدته اللي كان لها دور كبير جدا في مسيرته إن هي تقدر تحفزه وتساعده وتسنده إن هو يوصل للمرحلة اللي هو فيها كأفضل ظهير أيمن في العالم حاليا لها باريس سان جرمان أشرف حكيمي وبالتالي كل هذه الأمور والمشاهد اللي احنا بنشوفها من المنتخب المغربي بتاكس هويت المجتمعات العربية وشكل الترابط الأسري في المجتمعات العربية وردى الأمة هو يعني كلمة السر ومفتاح النجاح في أي حاجة صحيح يمكن حتى البعض يعني ابتدى ياخد من المشاهد دي ويقول إن المنتخب المغربي بيفوز بدعوات ودي حاجة جميلة مش حاجة وحشة طبعا يعني أكيد طبعا فيه جوانب فنية كتير لكن لما بيبقى فيه أكيد فيه ترابط وفيه الجانب المعناوي جيد عند اللعيبة وأن فيه حالة من الرضا الأسري وحالة من الدعم الأسري تحس طبعا إن فيه أسرة واحدة كل المنتخب المغربي ويمكن ديه حاجة كويسة جدا فيه تماسك فأكيد إن ده هينعكس على الأداء بشكل إيجابي اشتركوا في القناة